عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله يارب تكون بكلكم بخير وان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهاية جديد كما تراو اليوم جيتكم ملكو جينا حبيت امبرتاجي معاكم ووصفة هيلة بشتيخوا عليها برشا اللي هي الشبتية الساحلية الشبتية بنينة عالاخر حواجة انحباها برشا وزيدة حواجة مشتية عالاخر صرتوها كيطا وقتا اللبصل الاخضر اللبصل الربعي هذاكا ولازم حصيله قبل رمضان لازم كل عام نعمل الشبتية اللي صغار يموتوا عليها برشا وإحنا نحباها برشا بش نعطيكم هيكا كيفاش جيكم بقدرة ربي شبتية ناج حمية في المياد جيكم فاوحة وزيد يعني كيفاش طرق التحضير كل بلاد كيفاش يحذرها بش نعطيكم هيكا طريقة مبسطة عالاخر تابعوني للاخر بش نعطيكم طريقة التحضير وأكيد كان عجبكم الفيديو نستنى تسجيعاتكم وليروتور متاعكم أول حاجة بش نبدأ بسم الله بش نبدأ نخدم الشبتية متاعي هونية كيما تراوا دخلت الخضرة متاعي لحقيقة بيتها في البركون على خاطرني قصيتها من ليل حذرتها بش نقوم الصباح فيسا فيسا وتحضرلي ليلة فتور ومن تعطلش بش نعطيكم المقادير الكل بالصحفة بش يعني ما تدخلوش بعادكم ممكن تحبو جربو جربو الطريقة كيما عملتها آني هونية قصيت المعدنوس متاعي زوز صحافي متاع مععدنوس نقصوه جويد عالاخر كيما وريتكم بش نكمل انضيف عليهم صحفة متاع صلق بالنسبة للصحفة هي بيد هذيك تكيلوا بها بش تعرفوا يعني قد قدش الميزان يعني هونية زادة صحفة متاع بصل كيما ريتوا البصل اللخضر هذك الجويد زادة يبنن على الاخر وسر هكاية الفيحة متاع الشبتية في البصل هذي تنجموا تستعملوا البصل الاخر اما من المستحسن تستعملوا البصل الربعي باي بش تقولولي فما عباد متحطش الصلق اني الحقيقة حتيت الصلق عادي ما قلقش فما عباد متحطش استعملوا عدنوس اكاهاو فما عباد تستعمل الشبت اما اني هذي طريقتي الحقيقة وجيني فاوحة برشا وطريقة هذي يعملها در حموية بنينة بنينة على الاخر في در بابا يعملها بالحم والكبدة حشاكم وكل اني صغاري ما يحبوش يبدوا يفرزوا في الحمو يبدوا يفرزوا في الكبدة الحقيقة ملي يعني كبر ولادي وليت نعملها من غير للحملة كبدة بش نعملها بالخضرة اكاهاو هونية كيما تراو وقعدا نحضر في الحاجات اللي بش نستحقهما في الشبتية متاعي حطيت شوية متاع سميد متوسط كان عندكم ماني استعملت السميد الارطب ما عنديش لحقيقة سميد المتوسط حطيت زيدا شوية برغل كانت حبو برغل سنو حتى شوية روزة كان العبادة لما عندكم مش يعني البرغل العولة بحكم احنا يعني في السحل البرغل يبدأ موجود يعني متاع عولة دي ما متوفر عنا في الدار نعملوا به العصبة حطيت هيك يعني شوية برغل شوية زيدا اسمي طنواريكم كيفاش بش ندخل المكونات وحذرت العظام وحذرت الفحات الكل طاو بش نبدأ نحذر الشبتية متاعي كما قلت لكم نعاود يعني نفكركم صحفتين متاع مع دنوس ضفت عليهم صحفة متاع صلى قريط وصلى قديش جويد كل شي قصيت و جويد جويد على الاخر باش يعني الكعبة مجينيش مفرتش جيني ملمومة كملت زيدا حطيت صحفة هذيك متاع لبصل وطاو بش ندخل اكل خضرة بالباهي بالباهي نحاول كاكا نرفسهم كل مبعضهم وندخلهم بالباهي بالباهي راهي الشبتية تستحق الخدمة على الاخر يعني قد ما تخدم وتقول ما خدمت شتقوا دا كاكا تخدم فيها بالباهي وين يعني ترفسها مبعضها ويني تجيكم ملمومة وتجيكم شادة روحة طاو بعد ما دخلتك الخضرة كل بالباهي في بعضها طاوش نضيف شوية برغل هكاية ززح فينات بيداية احنا الحقيقة نحط البرغل زيدا في الشبتية يلم هكاية الشبتية وميقلقش يعني بالعكس يفوح كما جي احنا بتبيعتنا العصبان نحطه فيه يعني البرغل منعرش الحقيقة كل بلاسه كيفاش يعملها هذي بش نوريكم يعني الطريقة لنا عملها يعني احنا في دارنا يعني طاو بش نكمل نضيف بطبيعة النعناع الشيح كثرت شوية نعناع حاجة مهمة برشرة هون نعناع بش يفوح الشبتية وكملت حاطت شوية حبق يعني شوية نعناع وشوية حبق لازمينا بش تجيكم ريحتها فوحة وتجيكم ابنينا برشة وطاو بش نبدأ نفوح الشبتية متاعي بش نحط ملح مغرفة هكاية مليانة متاع ملح مغرفة كبيرة كان بش تستعملوا يعني الكمية اللي عملتها آني بش نعطيكم قط قد مغرفة مليانة متاع هروس بش نكمل نحط مغرفة صغيرة مليانة بالكوركم مغرفة صغيرة متاع فلفل احمر بحكم انا حطيت يعني الهروس بش نحط مغرفة صغيرة كهو فلفل احمر وانتو ما كان بش تستعملوا فلفل احمر كهو تحطوا مغرفة كبيرة بش نكمل نحط مغرفة مليانة كبيرة متاع تابل ومغرفة صغيرة متاع فلفل لكحل هني عطيتكم يعني حتى الفواح يعني قد قد قدش تحطوا تجيكم مكاية معتدلة مياش حارة برشة وجيكم زادة في حقها حتى لبنانا والكل وتوفق اكل في واحد ومش نبدأ انفقر العظام بتاعي بالنسبة للعظمات الكل في الكل اني استعملت حرتين حتيت من لول 4 كعبات حسيتها ما زالت تطلب حكم وكميتها اللحشيش يعني بزايد وكل حتيت 4 كعبات حسيتها متلى متش جملة يعني ما زالت كي محلولة حتيت حارة وبعد باش ننظيف حارة اخرى امتاع عظام راهي شربتية البنة بتاعها في العظام وانتكثرولها وانجيكم ناج حلازم سينوكا ما تحطوش برش عظام راهي تتحل يعني وما تجيكم شواشات دراحة والكل هذي العملية اللي نقوموا باها كي نبقى ونرفسوا بالباهي بالباهي في الخضرة متاعنا هونية جاتني فكرة قلت خليني نزيدها شوية متاع هريسة عربي هريستنا هكاية متاعنا فاوحة وبنينا وكل خليني زيد اننا نحمرها باش تعطيني لون مزيان وتزيد اتفوحها ونكمل نحط كمية العظام اللي تبقعت لي كي ما قلت لكم بحكم حسيتها ماشي ملمومة تو هكاية كيف ضفت العظمات هذو ما الحقيقة حسيتها لما تروح هكاية بالباهي بالباهي وباش نكمل جيست يعني نحط لها شوية سميت باش ما تتحليش وجيني ملمومة اخر حاجة تو باش نكمل نضيف السميت كي ما قلت لكم كان عندكم ما سميت احرش مل مستحسن اني عندي لحقيقة سميت ارتوب استعملتو اما هي نرمال ما اجي بسميت الاحرش كي يبدأ متوسط احرش هذك الخمسة يسي يقولول ولا شنو كي ما تراو طو باش نبدأ اللم في الشبتية متاعي ترفس وتقول مرفستش ترفس وتقول مرفستش قد ما تقعد تخدم فيها الشبتية قد ما خير اجيكم ملمومة وكيف تقليها بعد في الزيت فمع باية تتفورها احنا نقليها ما تتحللكم مش ميجرى حصلوا الكمية عينكم ميزانكم ما تيبسو هاش برشا برشا يعني تكثروش برشا برشا سميت وما تخليو هاش محلولة هانكم عينكم ميزانك كيف تحساها كاية لحقيقة صحفة ما كملتاش الكل اني نقصت منها حطيت منها يعني حطيت اشتر صحفة الصحفة هذي قالا كي يلتباه الكيماريتو يعني الخضرة اشتر متاحة تحطوش صحفة كاملة سينو اجيكم يابسة ردوا بالكم الحكاية هذية ما تكثروش في الاخرة يعني سميت هانا هي دجاء باللعظام تلم روحي يعني العظام هو يخلي الشبتية متاعنا كيف نقليها دي ملمومة وطوو بش نقاريكم أستيوسة كاي بش تفهموا إلي هي بقدرة ربي ما تتحللكمش تاخذوا يعني كعيب شوية هكاية وتكعبراها وتجربوا كانت لمتلكم هكاية كعبورة سيبواها بيكراهي الشبتية متاعكم بإذن الله ملمومة ويعني كيف تقليها تتأكد إلي هي متتحللكمش وطوو كيما تراو اخر حاجة باش نكمل نقلي كعبات الشبتية متاعي خذيت المقلة تاخذوا كاي مقلة واسعة شوية باش ما تشدلكمش باشا وقت وكل وباش نصب صبا زيت باية كيكا تبدال كعبة عوم في الزيت ما تحطوش شوية بارك يعني يلزم شوية زيت بزايد كيما نقولوا كيما ريتوا هكاية في المقلة متاعي ونكون دي جاء حضرت صحفة فيها شوية ماء باش نعطيكم استيوس مهمة على الاخير باش قد ما تقعدوا تخدموا في الشبتية متاعكم متقلق قمش متعطل قمش تتخدم معاكم فاسي المون تتلم يعني بين ايديكم سنو على خاطر تبدال تلسقها كاي بين ايديكم متنجموش تشكلوا الكعبة هيكا الكعبة تتشكل معاكم ونبدأ نشكل في كويراتها كاي صغيرات كيما تعرفوا يعني كعبة الشبتية متكونش كبيرة برشا ومتكونش صغيرة يعني تبدال متوسطة وبالطبيعة كل حد هو كيفاش يعني يحب كل حد فما عباد تعملها خشينة هيكا كعبة الشبتية وفما عباد تعملها صغيرة حصيلوا لكم حورية الاختيار وبنسبة لعبادة اللي ما تعرفهاش ولا ما جربتهاش وكل حقيقة جربها حوي جبنينا برشا مش تهية وزيد هيكا تبديل مطعم سبحان الله خاطر الواحد كل يوم احنا تعرفوا وينزا لكم اللي نحيرو شنوان طيبو شنوال اغداء شنوال اعشاء حاجة هذية متتكلفش مش مكلفة وزيد تنجم تحصل لكم كونتي تاباها متاع وجبة ولا وجبتين ولا تلافنتوا مصادبون وكبر العيلة متاعكم ومرا تعملوا بها مرقة مرا حصيلوها كسكسي بالخضرة برشا محلية ان الحقيقة الشبتية من الحاجات اني نحبهم ولازم يعني من اللي جيت ليتاليا لازم مرتين ثلاثة في العام نعملها نحسها ابنينا وصيرتو حاجة يحبها صغار وياكلها كما تراو نكمل نقلي الكعبات الكل بنفس الطريقة والاستيس متاع الميرا هي هذيك تحفونا برشا تعاونكم باش ما تعطلكمش فيديكم باش تشكلوا الكعبات الكل هونية كما تراو بالنسبة للزيت على نار متوسطة متكونش حامية برشا متكونش يعني نار هادية نرمال يعني تقليو الكعبات متاعكم كيف يتبدل اللون متاحهم وهم يعني متطلبوش برشا طيب في الزيت بحكم ما فيهمش الحم ولا يعني حاجاتي زم هم يتيبو يعني الخضرة هذيك باش تتلمو باش تتقلي الكعبه ويبدأ لونها مزيان حاسيلو طنواريكم بعد باش نعملو عزادة باها مرقة مرقة جلبانة طنواريكم مكفيش نطيبها المرقة ساهلها كاية طول طول ايدو فيدخوه حاسيلو الفطور اليوم كان فطور مرقة جلبانة بالشبتية بصراحة نودكم ولنشاهيكم مرقة جلبانة مرقة جلبانة مرقة جلبانة كمية هذي اللي عملتها فمع بادي كمية اكبر ببرشة ما اين يعني لحسب عائلتي كل الكمية ما كانتش كبيرة ببرشة من باعها كي سرتو خاصة كيما قلتلكم الخضرة قصيتها يعني قبل بوقت من الليل حذرتها باش يعني تحذر لي الفطور يعني الاغذية باش تحذر لي نصف النهار دونك خيرت اني ان تقص الخضرة من الليل سينو حتى الخضرة يعني بحكم كمية مش قليلة متشدتكم مش برشة وقت حتى كتقصها في وقتها واني كي ما تعرفون يعني ملعبات اللي انشيخ على الحاجة برشة نحب الحاجة كيف نعملها نتفنن فيها ونعمل الهاكاية نهيرهاكاية ونركش عليها وكيف خاصة يبدأ نهاري كيف داري راكشة والصباحة ما عنديش ما نعمل وما عنديش يعني حاجات اللي نعملهم لحقيقة نخير اني نعمل حاجة هكاية مش تهية وكي ما قلتلكم ديجا البريود هبية يلزم ينعمل فيهم شهواتي لكل ملحاجات اللي كيف نبدأ نخدم ما نلقى لهم مش وقت وكي ما تعرفين يعني مضابيا نستسهل الحاجة ونعمل الحاجات السهلة تقنين طيب في أسهل الحاجات حاجات كيف كي يطلبوا شوية وقت واللي يطلبوا كي ينفس خاصة كيف تدمراء في الدار قاعدة كي يطبيع الماكلة تجيب نينا عن الاخر وسبحان الله يعني حتى الماكلة فيها انفوس كي ما تعرفوا سينو كملت كعبيتش بتيام تاعي شخط عليهم كانت يعني سوعتين من زمان الصباح ياسر تحفونين هذك عليش حبيت امبرتاجيها معاكم وكانكم ما تعرفوا هاش نشربها راهي بنا على بنا وهذو ما كعبيت الشبتية متاعي كي ما تراوا ما شاء الله بكلهم بنفس الشكل وبنفس اللون زيدا ما شاء الله حاصيلوا ريحتها فيوحة فيوحة على الاخر والشبتية راهي تعطي ريحة كبيرة في الدار ريحتها كي الكل اللي تولي ريحت الدار بكلها شبتية تلموا ريحتها فاوحة برشا سيرتوا فيها كالنعناع على هكاية ولا احبقوا كل بالحق نودكم ولا نشاهيكم جرباها وتفكروني ورحموا لي على والدي قطو بش نخليهم الكاباتي بردو شوية في نفس الوقت يعني اللي حذرت خصلت معوني يعني لما تك الحوثة متاحها والكل بش نتعدى نحذر مرقة جلبانة لحقيقة مرقة سهلة ماهلة عادية بش ننقلها يعني فيسع فيسع كما تعرفوا المرقة متكيد الجملة جيس بش نعطيكم هكاية كيفاش تحذراها مرقة الشبتية وميكونش زادة الفيديو اتويل عليكم برشا طو كما تراو في التنجرة متاعي صب بيد صب زيت باهية بش نقص شوية متاع بصل راس بصل يعني قصيته قطاع صغيرات بش نخلي اكل بصل هذاك يعني تقلى في الزيت هكاية شوية وبعد بش نضيف التماطم تماطم المرة هذية يعني حابت نستعمل تماطم المعجونة متاع تونس بالنسبة لتماطم هذية يعني تطلب شوية وقت بش نخليها تتقلى مليح مليح في نفس الوقت كما تراو حتى حذرت يعني شوية الجلبانة البطاطا زادة مرقة الشبتية نحط فيها البطاطا يعني بحكم عندي صغار وكل يكلها بالبطاطا حتى يعني يقبل في دارنا نعملها مرقة الشبتية بالبطاطا هوني حطيت تماطم كما قلت لكم حطيت لثم غارف كبار متاع تماطم حسب يعني الكمية اللي تحبوا عليها كان عينتكم اكبر ولا اقل انتو مصاد يعني وقداش كمية المرقة اللي بش تعمليها التماطم هذية تطلب وقت بزايد يعني بش تنحل اقروسية متاحة كل مره نقعد كيك نقلي فيها نزيدها شوية ماء بشوية بشوية لانتو نتأكد يعني اللي هي تقلات امليح مليح هوني كيما تراو دي مقاني الجلبانة نرمها في الطقلية يعني ما نحطهاش في الاخر هيكا تسايب اكل بنا متاحة وطوبش نبدأ نفوح مغرفة صغيرة متاع كوركم حطيت شوية فلفل احمر مش برشة بحكم يعني الشبتية حارة شوية بش تسايب الحرورية متاحة حطيت مغرفة صغيرة متاع ملح و بش نكمل نحط مغرفة صغيرة متاع تابل واخر حاجة شوية فلفل اكحل اكهاو هذو ما هما اللي دي ما نعتمدهم يعني في اوكلاتي لكل كملت طو هكاية شوية ماء بش نحاول دي ما يعني كيما قوتكم مزيتا القلي فك التماطم هذيك و بالاخر بش نمرق المرقة متاعي حطيت زوز يعني كسان كبارك القباص هذوكم زوز قباص متاع كبار بالماء وبعد في الاخر اول ما المرقة متاعي نحسها هذت غلوة و بديت هكاية تغلي نكمل في الاخر نحط الشبتية و نحط البطاطا كيما تراو هوني اخر حاجة كعبات البطاطا نحطوهم من اللول بش يتيبوا يعني بالباهي تعرفوا البطاطا يعني راسها صحيح شوية يعني تطلب شوية وقت و بش ناخو كعبات الشبتية بالنسبة لي اني حطيت ستة كعبات يعني على حسب عيلتي بطبيعة و انتوما كيما قلت لكم اكثر اقل يعني كيما تحبوا انتوما و الكعبات اللي تبقاوا اللي بطبيعها وش ماريكم زده كيفاش نستحفظ عليهم تعه هيكا وجبتين ثلاثة انتوما حسب عيلتكم و بالحق راهي جي في برشا حاجات كيما قلت لكم احنا نعملاها في كسكسي بالخضرة خاصة كسكسي بالفولة كية والسلق و كل جي سربنينا زده في كسكسي بالخضرة نعم لها زده كسكسي شمسي ما عندكم مش فكرة كسكسي شمسي هذك بتاع القمح و الا الشعير حسيله بجي زده كسكسي بالنحنا نقولوله كسكسي شمسي زد الجي سربنينا الشبتية هذي كهو كيما ريتو حطيت الكعبات اللي فضلوا لهذوكم في صشيات امتاع الكنجيلاتور باش نكنجالهم وقت اللي حاجتي نجبدو تكون وجبة اخرى ان شاء الله مرة اخرى بعد ما طابت كيما ريتو طيبة في حقها وقفة عزة تمتاحها خليتها تطيب وحدة وحدة في الاخر كملت شقة عليها جرينات متاع فلفل الفلفل ايزيت يبننها برشا وكان عندكم هكي يزيدها شوية مع دنوس تعملو لها رشة مع دنوس ومشاء الله مريقة فوحة تعمل 66 كيف هكي دجا نكون وصلت معاكم الاخر الفيديو ان شاء الله يارب يكون اعجبكم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وتعلمتوا حاجة جديدة وتجربوا بالطبيعة الريسات ونستنى لروتور متاعكم وتاو ما بقى لك انقلكم بسلامة واستنقوني بابن الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة